السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً يا رب العالمين وبعد فإن الشريعة كلها من أولها إلى آخرها جاءت لتحقيق مصالح العباد ودفع المضار عنهم في العاجل والآجل فما من حكم في دين الله إلا وله حكم وأسرار ومقاصد ومن ذلك فريضة الحج الركم الخامس من أركان الإسلام ففي هذه الفريضة العظيمة من الحكم والمقاصد الشيء الكثير بعضه من المقاصد الكلية وبعض آخر من المقاصد الجزئية مقاصد دينية وأخرى دنيوية ومن المقاصد الشرعية ما هو عقدي ومنها ما هو عملي ومنه ما هو مقصد أخلاقي وسأذكر إن شاء الله تعالى بعضاً من مقاصد الحج فإن الإتيان عليها كلها أمر عسير لأن باب الحكم الشرعية باب واسع ومقاصد العبادات لا ينكجف للعباد منها إلا البعض والله أعلم وأحكم فمن ذلك أولاً تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى وتقوى الله هي رأس الأمر وجماع كل خير وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين والحج وغيره من فرائض الإسلام شرع لتحقيق هذه الخصلة العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وكل ما يفعله الحاج لأداء هذا النسك الجليل وما يبذله من مال وجهد وعمل وسفر وغير ذلك كله لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى ونيل الثواب منه سبحانه ويكتسب المسلم بتلك التقوى تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب المقصد الثاني تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى أمر خليله إبراهيم عليه السلام ببناء البيت لتحقيق التوحيد قال الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والحج حين يقوم بفريضة الحج متجرداً من المخيط قاصداً مكة المكرمة طائفاً بالكعبة المشرفة ساعياً بين الصفا والمروة واقفاً بعرفات ورامياً للجمرات وذابحاً لهديه وغير ذلك من أفعال الحج إنما يقوم بذلك طاعةً لمولاه خاضعاً لأمره قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فمن ثمرات العبودية المحضة من العباد لربهم تعالى إخلاصهم في حجهم وعمرتهم وسائر عباداتهم لله سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله فيكون ذلك الفعل لله سبحانه وتعالى وحده لا رياءً وسمعة وقد نُقِل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال فيما معناه أنه قال في الحج إنما قال سبحانه في الحج لله ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة للأصنام فخصَّها الله بالذكر أن يكون لله حثًا على الإخلاص فيها فيهما ومُجانبتًا لذلك الاعتقاد المحظور انتهى كلامه بمعنى ولهذا روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كانت تلبيته لبيك حجًا حقًا تعبُّدا ورقًا ولترسيخ التوحيد في قلوب المؤمنين كان شعار الحج الذي يقوله الحاج ويُكرِّره لبيك اللهم لبيك الذي هو شعار التوحيد ولهذا قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجَّة النبي صلى الله عليه وسلم فأهلَّأ بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمُلْك لا شريك لك ثالثًا من مقاصد الحج التذكير بالقدوم على الله من المقاصد التي تظهر جليًّا من تجرُّد الحاج من ثيابه ولُبس الإزار والرداء الأبيضين هو تذكُّر الأكفان وتذكُّر أول منازل الآخرة وهو القبر وحياة البرزخ فإن نزيل القبر يترُك الملذَّات وجميل الثياب وكذلك المُحرِم يتخلَّى عن طيِّبات الدنيا وزينتها ويتفرَّغ في الحج لذوق حلاوة الإيمان وطاعة الرحمن والحاج يخرُج من وطنه ويُودِّع أهله إذا أراد الحج وكذلك نزيل القبر هو كالمُودِّع لأهله عند مُفارقة الدنيا وإذا رأى الحاج وقوف الناس بعرفات وازدحامهم شُعثًا غُبرًا تذكَّر يوم الجمع الأكبر تذكَّر المحشر ويوم الجمع الأكبر عند البعث والنُّشور والقدوم على الله سبحانه وتعالى فتنبعث نفس الحاج إلى الاستعداد ليوم القيامة والعمل للآخرة ويستصغرُ الدنيا ومتاعها ويعزم على إصلاح النفس والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى رابعًا من مقاصد الحج تقويةُ أواصر الأخوة الإسلامية إن اجتماع الحجَّاج من بلدانٍ شتَّى بمُختلف أجناسهم وألوانهم ولُغاتهم في صعيدٍ واحد يُؤدُّون نُسُكًا واحدًا وصلاةً ووقوفًا ومبيتًا وطوافًا وسعيًا واحدًا ورميًا للجمار وغير ذلك كلُّه يُذكِّرُنا بمبدأ الأخوة الإسلامية ويدعونا نحن المسلمين إلى التآلُف والتكاتُف وأن نكون كالجسد الواحد متعاونين متراحمين واعتصِمُوا بحبل الله جميعًا ولا تفرَّقوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخ المسلم لا يظلمُه ولا يخذُله ولا يحقِرُه بحسب امرئٍ من الشرِّ أن يحقِر أخاه المسلم فما أحوجنا لامتثال هذه الوصايا الكريمة والأخلاق النبيلة فيما بيننا في الحج وفي كل مكان وفي كل زمان ليعود لأمتنا مجدُها وعزُّها فاللهم اجعلنا إخوةً متحابين متراحمين متعاونين خامسًا من مقاصد الحج التعارُف والتآلُف الحجاج يأتون من بلدانٍ مُختلفة وقبائل شتى وأجناسٍ متعددة لأداء فريضة الله في الحج إلى بيته العتيق فكان التعارُف بينهم أمراً واقعاً نظراً لوحدة المكان وطول المقام وبهذا التعارُف تزدادُ روابطُ الأُلفة وتحصلُ الأخوةُ الحقَّة ويتحقَّقُ بها كثيرٌ من مصالح الدين والدنيا هذا فضلاً عما يجنيه بعضُهم من العلم النافع وقد كان بعضُ الحجاج قديمًا إذا جاء إلى مكة لأداء الحج جلس إلى علمائها فأخذَ عنهم العلم وتحمَّل عنهم الحديث واستجازَهم بمروياتهم وبكتبهم وقرأ عليهم طرفًا من كتب أهل العلم إن في التعارُف والتآلُف وزيادة روابط المحبَّة وتقوية الإيمان إنه مقصدٌ من مقاصد هذا الدين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم سادسًا من مقاصد الحج المُداومة على الطاعة فالحاج ينتقلُ في حجه من عبادةٍ إلى أخرى فيأتي بعباداتٍ متعددة في أيامٍ قليلة فتتمرَّن نفسُه على العبادة وترتاضُ على الطاعة حتى يصيرَ إذا أخلصَ لله مُداوِمًا عليها بإذن الله تعالى ومن أجل العبادات التي يعتادُها المُسلمُ في الحج الدُّعاءُ وذِكرُ الله الدُّعاءُ وذِكرُ الله وهم أمران ظاهران في فريضة الحج في مواضع كثيرة وقال الله تعالى فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وقال سبحانه فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات يدعُو ربَّه تعالى منذ أن انصرفَ من صلاة الظُّهرَين جمعًا إلى أن غرَبَت الشمس وقد قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ذكر الدعاء وذكر الذكر إن تعويد النفس على العبادة استقامةٌ لها وزيادةٌ في الأجور ومُباعدةٌ عن الآثام فإن النفس إذا لم تشتغل بالخير اشتغلت بالشر والعياذ بالله تعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا المقصد السابع من مقاصد الحج تعظيم شعائر الله قال الله سبحانه ذلك ومن يعظِّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والمراد بشعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة ومنها المناسك كلها كما قال سبحانه إن الصفى والمروة من شعائر الله ومنها هدايا الحجاج وقربانهم كما قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ومعنى تعظيم شعائر الله إجلالها والقيام بها وإتمامها غير ناقصة فتعظيمها تعظيمٌ لله تعالى الذين تقربوا بها إليه ومن تعظيم شعائر الله التسليم المطلق لكل ما أمر الله به في الحج والعمرة وغيرهما من أوامر وما نهى عنه من نواهي ومن ذلك أيضاً العلم بأن العبادات توقيفية تُفعل على وفق الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلَّف المسلم البحث عن عللها إلا إذا قصد التعلم وكان من أهله وذلك أن الحاج يطوف ويسعى بعددٍ معين ويقف بعرفات ويبيت في غيرها وقتًا معينًا ويرمي شاخصًا جامدًا لا تضرُّه الحصى لكن المسلم يعلم يقيناً أن في تلك الشعائر طاعةً لله وأنه أي المسلم عبدٌ لله تعالى يسمع ويطيع ولا يخالف ولا يعاند وأن في ذلك أن في تلك الشعائر حكماً قد تظهر له وقد تخفى فهو مستجيبٌ طائعٌ لله تعالى في كل الأحوال ومن تعظيم شعائر الله عدم الابتداء في الدين فلا يفعل الحاج في حجه إن أراد أن يتقبله الله منه لا يفعل ما يخالف شرع الله ولا يأتي بفعلٍ يظنُّه قربةً وطاعةً ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني فهو مردودٌ على صاحبه وليعلم الحاج أن البضعة لن تزيده من الله إلا بعدًا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةٌ أو يصيبهم عذابٌ أليم ثامناً من مقاصد الحج تعليم الموازنة بين مطالب الدين والدنيا فالإسلام دينٌ عدل دين عدلٍ ووسطية لا يطلب من الناس ما فيه ضررٌ أو إجحافٌ بهم ولا ينهاهم عما فيه خيرٌ ومصلحةٌ لهم والموازنة بين المصالح الدنيوية والأخروية أمرٌ مطلوب وهو من محاسن هذا الدين ومقاصده وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وفي شعائر الحج يجمع المسلم بين أداء المناسك عبادةً لله تعالى وبين التجارة والتكسُّب لمن أراد ذلك كما قال سبحانه ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من ربكم وقال تعالى وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجال إلى أن قال سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلومات فالتكسُّب إذا لم يشغل الحاج عن المقصود الأصلي وهو الحج وكان حلالًا فلا بأس به والمسلم تجده في كل يومٍ تتردد أفعاله بين القُربات وبين المُباحات ولن تستقيم حياته إلا بإقامة توازُنٍ عادٍ بين مطالب الروح والجسد فلا ينقطع لأحدهما دون الآخر ولذا قال عليه الصلاة والسلام أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَاكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرْ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدْ يعني يصلي بالليل قيام الليل وأصلي وأرقُد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني تاسعاً تربية النفس على الصبر وتحمُّل المشقة وهذا المقصد الجليل يظهر بوضوح في أعمال الحج كلها بل من قبل الشروع فيها وذلك أن الحاج غالباً يأتي من مكان بعيد فيسافر تاركاً أهل بيته وقرابته وأحبابه ثم إن السفر نفسه لا يخلو من مشاقٍ غالباً ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعةٌ من العذاب وأيضاً أنه أي الحاج يسكن فيما لم يعتد على سكنه ويضطرح كثيراً من الترفه الذي كان قد اعتاده قبل إحرامه فيمنع أولاً من الثياب ويمنع من الطيب والجماع والحلق ونحو ذلك إلى أن يحل وفي ذلك كله تمرينٌ للنفس على الصبر وتحمُّل خشونة العيش وأيضاً أن كثرة عدد الحجاج قد يفضي إلى ازدحامٍ في الطرق وفي أماكن المشاعر وفي الطواف والسعي وفي غير ذلك وفي هذا اختبارٌ لصبر المؤمن فإن الصبر على طاعة الله نوعٌ من أنواع الصبر وأيضاً أن مكة المكرمة يأمها الحجاج من بقاعٍ كثيرة ولهم طباعٌ مختلفة ففيهم الرجل الليِّن الجانب وفيهم الفضل الغليط وفيهم الحليم وفيهم حاد الطبع وفيهم القوي البدن وفيهم الضعيف وفيهم الشيخ الهرم وفيهم الشاب وفيهم الصبي وفيهم الرضيع ووجود كل هؤلاء في مكانٍ واحد يدعو المسلماء للتخلُّق بخلُق الصبر والإيثار فلا يطغى قويٌ على ضعيف ولا يزاحم الشاب الشديد غيره من كبار السن ولا يدافع الصبية الصغار ولا يفعلُ إلا ما يُجِبُه عليه حُسنُ الخُلُق ورجاءُ الثواب من الله وخوفُ العقاب من المُخالفة الشرعية في تلك المُدافعة أو عندما يلقى من بعض الناس كلماتٍ نابية وفُحشًا في القول فليصبر وليحتسب ليحتسب ذلك عند الله وليُجاهِد نفسه ألا يرُدَّ على إساءته بإساءة ومما يتعلَّق بهذا المقصد تعويدُ النفس على انتظار الفرج وزوال الشدائد فما من شدةٍ تكون في الحج إلا وستزول ويبقى بعد ذلك للحاج الذي صبر على طاعة الله وعفَّ في لسانه وكفَّ يده عن كل شر يبقى له الأجر عند الله سبحانه وتعالى والحجُّ المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة عاشرًا تأكيدُ مبدأ المساواة بين أفراد المسلمين فالكلُّ في عرفات من الرجال يتجرَّد من المخيط ويلبس لباسًا واحدًا غنيًّا كان الحاجُّ أو فقيرًا وجيهًا كان أو غيرًا أو وضيعًا عالِمًا كان أو جاهلًا حسيبًا نسيبًا أو غير ذلك فالكلُّ سواسيَة ليلتقوا في أطهر بقاع الأرض إخوانًا متحابِّين لا يفخر أحدٌ على أحد ولا يطغى أحدٌ على أحد عن أبي نظرة العبدي رحمه الله قال حدَّثني من سمع خُطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال عليه الصلاة والسلام إنَّ أباكم واحد ألا لا فضل لعربيٍ على أعجميٍ ولا لعجميٍ على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى وهكذا يأتي الحجَّاج من مُختلف أسقاع الأرض وقد تركوا كل شعارٍ إلا شعار التوحيد لبيك اللهم لبيك حادي عشر تحقيق عبودية الشكر لله تعالى فالحاج يرى نعمة الله عليه أول الأمر أنه جعله مسلماً موحِّداً وهذه أعظم النعم على الإنسان ويرى الحاج أيضاً نعمة الله باجتماع هذا العدد العظيم الذين اختلفت أجناسهم وألوانهم وألسنتهم وقد اجتمعوا سوياً لأداء عبادةٍ واحدةٍ متآلفين متوادين وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعًا ما ألَّفت بين قلوبهم ولكن الله ألَّف بينهم إن الله عزيزٌ حكيم ويرى الحاج أيضاً يرى فقراء معوزين ويرى آخرين مرضى ومزمنين ويرى معاقين وعميانًا ومقطوعي الأطراف وهو يتقلَّب في ثوب الصحة والعافية فتنبعث نفسه إلى القيام بواجب الشكر لله تعالى على هذه النعم وعلى غيرها مما لا يُحصيه إلا الله تعالى وإن تعدُّ نعمة الله لا تُحصوها ويرى الحاج أيضاً بعد فراغه من المناسك نعمةً أخرى وهي العون من الله والتوفيق له أن سلَّمه وحفظه وأعانه على إتمام حجه وعبادته فيقوم بواجب الشكر ووظيفة الذكر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدَّ ذكرى ثاني عشر من مقاصد الحج التحلِّ بالأخلاق الحميدة ومُجانبة الأخلاق الذميمة فالحج مدرسةٌ كبيرةٌ يكتسب فيها المسلم جميل الصفات وحميد الأخلاق ويبتعدُ عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوطة الحج أشهرٌ معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إن الحاج يتعلم بالحج الكرم والبذل والسخاء والعطاء والبر والرحمة والصلة والإيثار والعطف على إخوته في الدين والتعاون مع غيره ويتعلم الانضباط في المواعيد والوفاء بالوعد ويبتعدُ عما هو ضدُّ ذلك من الأفعال والخصال ويبتعدُ عن الغش والكذب والعدوان وغير ذلك من قبائح الأخلاق لكنَّ ذلك كلَّه لمن أدرك معنى الحج وقام به على وجهه إخلاصًا لله تعالى فاللهم اجعلنا منهم وبعدُ فهذه بعضُ المقاصد الشرعية والحكم المرعية من فريضة الحج مما أطلع الله العباد عليه ووراء ذلك من الحكم والأسرار حكمٌ أخرى عامةٌ وخاصة وبابُ الحكم الشرعية بابٌ كبيرٌ يَعْسُرُ أو يتعذَّرُ استفاؤه فالحمدُ لله الرحيم الرحمن الكريم المنَّان العزيز العليم البرِّ الحكيم اللهم يسِّر للحجَّاج حجَّهم ومناسِكَهم وردَّهم إلى بلادهم سالمين غانمين وتقبَّل منهم ومنا صالح الأعمال واغفر لنا ولهم ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وأصلحنا وذرياتنا وأزواجنا واجعلنا يا ربنا ممن طال عمره وحسن عمله واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ونجِّنا برحمتك من عذاب النار فإنك يا ربنا على كل شيءٍ قدير والحمدُ لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين